موسيقى مساء الخير لا تتعاملوا مع هذه التصريحات على انها جدية فهي للاستهلاك الاعلامي لا تأخذوا هذه الاقوال على حرفيتها فهي موجهة للداخل التركي الاعلان عن ترحيل عدد من السوريين في كل يوم الغاء كمالك عدد اخر تشديد الاجراءات الاعلان عن قيود التهديد بتطبيقات مختلفة وغريبة في كل يوم وغير ذلك مما يواجهه السوريون المقيمون في تركيا بشكل متصاعد خلال الاشهر الماضية يضعه مؤيدو الحكومة وحزب العدالة والتنمية في اطار التكتكات الانتخابية وليس الخيارات الاستراتيجية غلى مبدأ مكره اخاكل بطل ويريدون من السوريين تفاهم ذلك وتحمله والصبر عليه الى ان تمر العاصفة حتى تغيير المواقف او الموقف السياسي للحكومة التركية من نظام اسد والاعلان عن الاستعداد لتقديم كل انواع الدعم السياسي له في الحرب على الارهاب وصولا الى الدعوة لعقد اتفاق سلام بينه وبين المعارضة والمضي في خطوات التطبيع بين انقرة ودمشق كل ذلك يطلب من السوريين المتحالفين مع تركيا تفاهمه والتغاضي عنه والتعامل معه على انه مجرد كلام وتمرير وقت ومناورات غلى اي حال واذا سلمنا بكل ذلك فعلا وحتى من دون ان نطالب بضمانات او مجرد تطمينات فهل من الغدل او المنطق ان تجري الحكومة التركية كل تسوياتها الداخلية والخارجية ان تنفذ مناوراتها السياسية والانتخابية غلى حساب السوريين هل من الغدالة ان يتم السعي لتطمين الشعب التركي غلى حساب اثارة قلق السوريين ومخاوفهم اليس من الاجحاف ان يتم ارضاء المعارضة التركية من كيس اللاجئ السوري او المواطن المقيم في مناطق النفوذ التركية بالشمال هل بات تجاهل معاناة والم وقلق وخوف وغذابات هذا السوري المسكين امرا عاديا ويجب تبريره غلى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة والواقع ان السوريين تحملوا كل ذلك وكبس وغلى جراحهم جراء ما سبق الملح فوق الملح طبقات متفهمين انهم ضيوف في تركيا وبلا غطاء الا الغطاء التركي في الشمال ومن مبدأ ان اولوية حزب العدالة والتنمية مع حلفائه السياسيين هي كسب الناخب وان مصلحتهم هي مصلحة الشارع التركي وانه من اجل ان يتجاوز عقابة الانتخابات القادمة يمكن التغاضي عن كل الجور الذي يلحق بهم طالما ان الظروف او الظرف طارئ ومؤقت لكن ان يبلغ الامر بالاغلان عن ضرورة عقد مصالحة بين النظام والمعارضة او اتفاق كما تم التغديل لاحقا ثم يقال ان هذا التصريح مجرد مناورة تكتيكية امام الروس والايرانيين فكيف تصور الجانب التركي ان يتقبله السوريون وبطيب خاطر هل المطلوب من السوريين الذين ضحوا بكل حلفائهم السابقين ليحافظوا على حلفهم مع انقرة وفعلوا كل ما طلبته منهم انقرة وصبروا على كل ما طالهم من اجراءات وتعقيدات من اجل ارضاء الناخب التركي هل المطلوب القبول بان يستخدموا لتطييب خاطر الروسي والايراني واداتا لاجراء المناورات السياسية معهما هل ليس حريا بالحكومة والسياسين الاتراق ايجاد طريقة اخرى ومقاربة جديدة تصعفهم في ارضاء الرأي العام المحلي وانقاذ سياساتهم ومصالحهم الخارجية بدل الاستمرار في استسهال توظيف ورقة السوريين في ذلك وغضب الاهتمام بمشاعر السوريين وما يلحق بهم جراء ذلك من اضرار مادية ومعنوية مرحبا بكم الى تفاصيل موسيقى 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 مرحب بي ضيوفي من اسطنبول بالاستاذ مهند حفظ اوغلو على اكاديمي والباحث السياسي بضيفي هنا في الاستوديو سياسة العقيد احمد حمده المحلل الغسكري كذلك ورحب بضيفنا الاستاذ جواد جوك المحلل السياسي التركي مرحبا بكم جميع ضيوفي الكرام الى هذه الحلقة من تفاصيل وابدأ معك سيد جواد جوك كيف تقرأ اليوم التغير كما وصفه البعض في السياسة الخارجية التركية المتغلقة بالملف السوري خاصة انه هناك اصوات تركية تقول انها مجرد تطمئن يعني السوريين وتقول انها مجرد مناورة تكتيكية بينما يراها البعض انها تحول في الاستراتيجية هل بالفعل هي مناورة تكتيكية من دوافع التي جعلت من انقرة ان تتخذ نوافذ جديدة في علاقتها مع النظام شكرا لك ولي ضيفين سيادة العقيد ولمشاهدنا الكرام بصراحة نتكلم ان المعارضة السورية لحد الان كانوا في تعاون كامل مع الحكومة التركية يعني كلما ارادت الحكومة التركية نفذوا في شمالي سوريا وفي سوريا بشكل عام في سياساتها مع المعارضة وقيادات المعارضة السورية السياسية والعسكرية تعاونوا مع الحكومة التركية لحد الان حتى قبول اللاجئين والضيوف والسوريين بشكل عام كان في تأييد من الحكومة التركية لم يكن هناك اي اجبار او اي صعوبات بالنسبة الى الحكومة التركية الحكومة هنا اتخذت هذه السياسة من البداية ولحد الان كما نعرف لكن بصراحة هنا ارتفعت مع الاسف الشديد ارتفعت اصوات القوميين المتطرفين في تركيا خاصة بصراحة شعبية حزب الحاكم في تركيا تراجعت بسبب الملف الاقتصادي طبعا هناك كانت حملة ضد السوريين بشكل عام وانا كمواطن تركي اقول بصراحة يعني شعب سوري شعب ممتازين جدا وهم يعني كانوا يشاركون في تطوير الاقتصاد التركي وليسوا اشكرك جزيلا شكرا بس هذا مش موضوعي اذا بتسمح لي خلينا نفوت بصلب الموضوع اكثر نعم والان لماذا جاءت الحكومة بهذه التصريحات لانه كان هناك ضغط داخلي وانا لا افكر انه هناك كانت بسبب الروس او الايرانيين بسبب رفع الاصوات القومية المتطرفة يريدون مواجهة مع هذه الاصوات لاننا قريبة جدا من الانتخابات والشعبية تراجعت ولهذا سبب مواجهة لهذه القومية المتطرفة جاءوا بهذه التصريحات وإلا المعارضة السورية في مكانها والتعاون مع المعارضة السورية لا زالت مستمرة جميل بس اليوم اقرأ مقال لكاتب تركي في صحيفة تركيا وهي صحيفة شهيرة ومعروف عنها يا سيد جوك انها مقربة من حزب الغدالة والتنمية تتحدث عن خطة تدرسها ربما او تضاعها الحكومة التركية من اجل اعادة اللاجئين السوريين الى مناطق النظام في مرحلة اولى تقترح فيها اعادة جزء من اللاجئين وهنا نتحدث عن مئة الالاف الى حمص والى حلب والى دمشق مناطق تحت سيطرة النظام مع تأمين مبالغ مادية يمكن لهؤلاء ان يعيدوا ترمين منازلهم منازلهم او املاكهم او حتى اراضيهم مع ضمانات تركية الى اي حد نتحدث نحن هنا عن خطوات عملية قادمة وليس مجرد تصريحات لارضاء كما تتحدث حضرتك الناخب التركي او ربما كما يقول البغض صاحب ورقة اللاجئين من يد المهارضة عندما تستخدمها الحكومة العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة نعم بصراحة لو يرحلون بعض السوريين قبل الانتخابات هذا يكون نقطة سلبية للحكومة التركية الشعب القوميون بشكل عام لا يرضون بهذه الخطوات الاستعراضية اظن انه وجهات النظر المختلفة طبعا تأتي من بعض الصحفيين هنا في تركيا لكن بشكل عام اذا كان هناك ترحيل اجباري للسوريين هنا معنى انه هدم جميع السياسات السابقة وضياء المعارضة وضياء الشعب السوري بشكل عام والود الموجود بين الحكومة التركية والشعب السوري بصراحة انا لا اظن قبيل الانتخابات انا لا افكر انه ان تكون هناك حركة سلبية بالنسبة الى سوريين في تركيا اذا لا خطوات عملية حتى موعد الانتخابات وفق رؤيتك ارجو منك البقاء معنا سيد جواد جوق الى الاستاذ مهند حافظ اوغلو الاكاديمي والبحث السياسي ضيفنا من اسطنبول ايضا ارحب بك معنا بين جديد اريد ان استمع في ذات النقطة الى وجهة نظرك وان كان لديك اي تعقيب على الرؤية والقراءة التي قدمها السيد جواد جوق سعدتم مساء والمشاهدين السيد احمد طبعا لا يضد لي ان تركيا تريد ان تهجر او تعيد قصرا او طواعية السوريين بما يتصور وكما يعلن عنه في الاعلام بشكل عام يعني لو كانت تركيا تريد ان تخطو مثل هذه الخطوات لكانت ربما بعدها محاولة الانقلاب الفاشل لان ربما كانت تخذت خطوات صحيح انه ما قبلها 2015 وما بعد 2015 فيما يتعلق بالملف السوري ليست فقط تركيا بل كل الدول الاقليمية والدولية بدأت بالتعاطي بشكل مختلف مع الازمة السورية بس عفوا استاذ مهند نحن هنا لا نتحدث عن اعوات اللاجئين بهذا الشق فقط ولا نتحدث عن وسائل الاعلام وما تثيله وسائل الاعلام او وجهة نظر هذه الوسائل او كتابها نتحدث عن ايضا تصريحات رسمية بالتأكيد حضرتك استمعت لتصريح غير المسبوق لوزير الخارجية مولود جويش اوغلو وتبعه تصريح ايضا لدولة بهجلي رئيس الحزب الحركة القومية الحليف للغدالة والتنمية هناك من يتحدث عن اتجاه تركي جديد يتناسب مع الرؤية الايرانية والروسية اليوم للحل في سوريا طبعا انا اختلف مع هذه القراءة هناك خلاف وخلاف متعمق ومتجذر ما بين كل من الرؤية التركية وما بين الرؤية الروسية والايرانية لحل الازمة السورية منذ سنوات طويلة وموسكو وطهران تدعو انقرة للجلوس الى طاولة المفاوضات مع دمشق والوصول الى تسوية جديدة فيما يتعلق بالازمة السورية ولكن المشكلة التي تعاني منها تركيا ولا تعاني منها لا روسيا ولا ايران ولا اي دولة في العالم هو ان اصبحت سوريا مع الاسف الشديد وخاصة في الشمال سواء بشرق الفراتة او غربه مرتعا لتنوعي الارهاب وبالتالي تركيا اليوم لا يمكن ان نلام تركيا على ما تقوم به من تحركات اذا المجتمع الدولي كله خذل السوريين وتركيا تؤكد حتى تصريح اليوم وزير الخارجية التركي ان تركيا تدعم المعارضة ولكن لا بد من الحوار السياسي وهذا ما تقضيه حوارات الامم المتحدة من جلوس وكتاب الدستور جديد وتنسيق ما بين المعارضة والنظام وصولا الى تغيير السياسي ماشي اريد كلام اكثر مباشرة ما يقال تحت الهواء اريد ان يقال غلى الهواء انا لا اصدقى شخصيا ولكن تعلم ان هذا الموضوع مثار حاليا في الاوساط التركية بين السوريين والاتراك وبين السوريين بعضهم لا تتعامل مع هذه التصريحات كما قلنا في المقدمة لانها جدية فهي للاستهلاك الاعلامي هي موجهة للشارع التركي ما ردها الاول والاخير قرب الانتخابات توافق على مثل هكذا تصريحات هكذا تحليلات ليست فقط موجهة للداخل التركي هي موجهة للشعب السوري هي موجهة لأولئك الغاضبين الذين خرجوا في الشمال السوري هي موجهة للعالم اجمع بان تركيا تريد ان تكون في حالة من الاستقرار على حدودها الجنوبيات يعني اكثر من عقد من الزمن ومن زيد من هذا الاستقرار النظام ليس مع النظام فيما يتعلق بالحوار ما بين انقرة والنظام هنا فرق تركيا تريد ان تطبق قرارات الامم المتحدة والذي وافقت عليها هيئة التفاوض السورية والمعارضة السياسية السورية بان يكون هناك تحول وتغيير في النظام السياسي تدريجيا في سوريا من خلال تعديل الدستور ومن خلال المشاركة السياسية في حكم سوريا وبالتالي يعني تركيا ما قدمته للازمة السورية وللسوريين لم تقدمه اي دولة ولكن يعني الى متى سوف تبقى الامور مؤرقة لتركيا والارهاب يضرب بها يمينا ويسارا اليوم قتل جندي تركيا وبالتالي 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 لا خيار امام تركيا الا وبالتالي لم يقع خيار امام تركيا الا ان يجلس التجلس المعارضة والنظام السوري وفقها قراراتهم من المتحدة لوصل الى حال سياسي البقاء هكذا والمراوحة في المكان سوف يكون هناك تقسيم لسوريا وهذا ما لا تريده سوريا وهذا ما تريده كل من روسيا وايران لو لم يكن هناك ضغط من المعارضة واستخدام ورقة اللاجئين نتحدث عن المعارضة التركية ولو لم تكن الانتخابات قد اقتربت مع انه في باقي عام تقريبا او اقل بقليل للانتخابات البرلمانية والرئاسية هل كنا سمعنا مثل هكذا تصريحات من قبل قيادة تركية هذه التصريحات اعلان عنها هو الجديد السياقات في السنوات الماضية تدل على ان تركيا وبسبب الكثير وتقاعص الدول الاقليمية والدول الفاعلة في الملف السوري تريد ان تبقى او يبقى الملف السوري على ما هو عليه بل وان تتحول سوريا الى عدة دول وتكون اشبه ما تكون دويلات للشيعة والسنة والكورد والمختلف المكونات الشعب السوري هذا ما لا تريده تركيا عندما تقول تركيا سيد احمد انها تريد ان يجلس تجلس المعارضة السورية مع النظام السوري وفق قرارات الامم المتحدة هذا يعني الحفاظ على الاراضي السورية ووحدتها نعم صحيح ان الكلام تقيل ليش من يعني هدت وحدة الاراضي السورية يعني لانه كمان الاعلام التركية تناول فكرة انه هناك وعود بانشاء منطقة تنفوذ كردية وهناك ايضا عروض قدمت للمعارضة السورية من قبل التحالف الدولي من اجل مقابل طبعا التخلي عن الحليف التركي ما سبب هذا الترويج لمثل هكذا لا نعلم ايضا من اين جاءت هذه المعلومات لا يوجد لها مصدر وشيعة على وسائل التواصل لا لا على وسائل الاعلام التركية نعم 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 على وسائل التواصل الاجتماعي في الداخل التركي ونحن متابعون لها ايضا هناك كما قال وزير الخارجي اليوم كان كلامه اليوم جدا حساس عندما قال ليس فقط في الداخل السوري ارادوا تحريف تصريحي بل حتى في الداخل التركي اي ان هناك من يستهدف ان يكون هذا الشرخ الموجود ما بين كل من الحكومة التركية والشعب التركي وما بين المعارضة والشعب الحر الذي طلب الحرية في سوريا وبالتالي هذا ما يؤكد عليه وزير الخارجية وهذا ما تريده تركيا ان يكون الحل شاملا لكل الجغرافيا السورية وليس على نهج الروسي او الايراني الى سيئة العقيد احمد حمد المحلل العسكري ضيفي هنا في السوديو ورحب بك معنا من جديد سيئة العقيد حتى الان موقف رسمي لا بيان رسمي لا من الحكومة السورية المؤقتة لا من الائتلاف لا من الفصائل ما سبب برأيك مع انه الضجة في الشارع التركي والسوري وكل وسائل الاعلام تتحدث عن تصريحات غير المسبوقة للمسؤولين الاتراخين نبدأ من هذه النقطة مساء الخير لك ولي ضيوفك الكرام اهلا وسهلا بالطبع اليوم المعارضة السورية بشقيها العسكري والسياسي لا يمكن ان تتجاهل ما حدث في الشمال وفي ادلب من مظاهرات حاشدة تقول لا للتطبيع لا للمصالح مع هذا النظام المجرم كذلك المعارضة السورية اليوم الرغم عدم وجود يعني تصريحات رسمية ان كان من الجهة العسكرية او السياسية ولكن تؤمن بشكل كبير بان اي مصالحة مع النظام هو عبث ولا يمكن هذا النظام ان يكون بينه وبين الشعب مصالحة من قال هذا الكلام؟ يعني هذا ما اتوقع انه يؤمن به الجميع ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي حتى الان وهنا سؤال لا يوجد اي تصريح رسمي لماذا؟ لا اعرف لماذا لم يكن هناك يجب ان يكون هناك الاتلاف الذي يمثل الصدارة السياسية وكذلك الحكومة المؤقتة ان تبين للشعب موقف المعارضة السياسية من التصريحات ومن كل ما يجري على الارض الواقع لماذا برأيك اتوقع بان المعارضة السورية اليوم لا تريد اثارة غضب يعني تركيا مثلا او ان تأخذ التصريحات او تستعجل في بيانات معينة ولم تتضح الصورة النهائية للتصريحات التركية اليوم وزير خارجي التركية بيزعلوا الاتراك؟ بيزعلوا اليوم نحن موقفنا؟ ليست المسألة مسألة زعل ولكن هناك يعني توافق كامل ما بين المعارضة السورية وتركية حول الموقف السياسي الموقف العسكري كامل ولكن هذه التصريحات مهما كان لا ليس مهما كان هناك وفق عضو الاقتلاف صحيفة تركيا اللي استشهد فيها قبل قليل نعم ناقل عن عضو الاقتلاف في السوري المعارض يوسف محلي أن الاتلاف لن يتردد أنا أنقل حرفيا طبعا لن يتردد في إعادة مئات الآلاف من السوريين إلى ديارهم في نطاق مشروع تكون تركيا ضامنا له ونتحدث هنا عن مناطق النظام اللي ذكرتها يعني يوسف محلي يوسف محلي وكما قالت هذه الصحيفة ليس مخولا بأن يعيد السوريين أو غير السوريين السوريين موجودين هو يتحدث أن الاتلاف لن يتوانى لن يتردد الاتلاف كمؤسسة بإعادة مئات الآلاف يعني إذا كان توجه تركيا هكذا إعادتهم طبعا هذا يحتاج إلى جهد ديبلوماسي وإلى ضمانات وإلى شروط مفندة بالمقال على كل الأحوال فإن الاتلاف سيسير مع الحكومة التركية في مسعاعها هذه وسيساعدها بإعادة السوريين يعني الاتلاف اليوم بالطبع كل السوريين الذين خرجوا مهجرين إلى تركيا هم تواقون بشكل كبير للعودة إلى أهاليهم وإلى بلدهم ولكن هذه العودة يجب أن تكون كريمة ووفقا لمعطيات التي خرجوا من أجلها لا يمكن أن يكون هناك أمن لأي سوري يذهب إلى مناطق النظام أو مناطق حتى الحوكم الموجودة في تلك المنطقة وماذا إن قالت تركيا أنا أضمن وتفهمت مع النظام وهناك جهات وسيطة مهما كانت سواء روسيا أو غربية تضمن لك أمنك وتضمن أن لا تتعرض للملاحقة بل وزد على ذلك ستأخذ تعويضات مالية من دول مانحة خليني كفر السؤال بس لو سمع من دول مانحة مثل دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي ستقدم لك كل هذه المغريات هل سيكون هناك معارضة من قبل الاتلاف أو مؤسسات المعارضة الضمان الوحيد نقولها للجميع لعودة السوري إلى بلده هو عدم وجود هذه العصابة الحاكمة في دمشق التي يقودها الكيماوي بشار الأسد ولنا في درعة والضمانات الروسية التي قدمت لأهالي درعة في المصالحات إسوأ أو اليوم تم قتل الشيخ العاسمي في داعل وهو ضد مجهول من هو المجهول؟ المجهول هو المخابرات العسكرية والأمن الجوي والميليشيات الإيرانية التي تقوم كل يوم بتصفيت قادة الثوار من عاد إلى النظام أو صالح النظام عشرات الضباط في درعة وغيرها الآن هم في المحاكم الميدانية وفي السجون سجون النظام إذن وبالتالي كيف تقرأ أنت اليوم التصريحات التركية المتتالية ما تتناوله وسائل أعلام مقربة أيضا من الغدالة والتنمية؟ يعني اليوم لا نأخذ من كل المواقع أو المصادر الغير موثوقة نأخذ نحن من المصادر الموثوقة وهي الحكومة التركية ومعرفاتها الأساسية ما قاله اليوم وزير الخارجية التركي قال نحن نعرف من زور التصريحات هلأ هو يتحدث عن نقطة المصالحة أو التسوية أو المصلح خلينا تسوية نمشي على التصريح تركيا تقول بهذا المجال أن هناك قرارات دولية يجب أن تطبق ما اسمعت أولا من مسؤول تركي أنا سمعت قرارات دولية تصريح من وزير الخارجية بأن هناك قرارات 2254 يجب أن تطبق وهذا المقصود هذا بغض؟ بعد نعم هذا اليوم هذا اليوم ولكن اليوم ما نراه في حالة العودة الطوعية تقوم تركيا في بناء عشرات المساكن في المناطق الحدودية المناطق التي تسيطر عليها اليوم المعارضة السورية من أجل من يريد العودة من يريد العودة وهذا ما سمعناه من إدارة الهجرة والجوازات وأنا اجتمعت أكثر من مرة مع الهجرة والجوازات لم يقولوا بأن هناك عودة قسرية لأي سوري إلا ضمن الشروط التي تحددها الإقامة التي نحملها نحن جميعا لكن أنت تعرف شخصيا أن هناك بعض من يرحل أن يرحل يعني قصرا وليس طوعا يعني من يرحل اليوم يوجد لديه مشكلة هذا ما فهمناه مثلا أحيانا المشكلة بتكون كعبارة عن بوست على فيسبوك كما حصل مع الشاب مؤخرا ووالدته يعني نحن لا نتكلم بجزئيات على سبيل المثال على سبيل المثال الحكومة التركية التي اليوم لديها يعني كما تكلم المسؤولي الأتراك هناك 8 ملايين أو 9 ملايين سوري اليوم بشكل أو بآخر هم ضمن الرعاية التركية اللي كان في الداخل أو في داخل تركيا أو في الخارج ولكن من يعني ينتهك القوانين هذا ما تم القول عنه ينتهك القوانين التركية أو لا يجلز معه كملك أو مخالف أو طيب مفهوم بالتالي إلى إيران تريد أن تصل أنا سألتك عن وجهة نظرك في هذه التصريحات التي قرأها البعض على أنها إما مناورة تغتكية سياسية مؤقتة من أجل الانتخابات أو ربما أشياء أخرى أو أنها تحول في استراتيجيات أنا أرجح بأن هناك الشيئين متزامنين مع بعض كيف يعني؟ هناك تحول ليس تحول كبير في السياسة التركية ولكن تركيا التي وجدت نفسها اليوم وحيدة في رعاية السوريين وفي إدارة بعد أن تخلت الدول العربية وتخلت فرنسا وتخلت الدول الأصدقاء الشعب السوري اليوم لم تجد تركيا أمامها إلا أن تتجاوب مع مثلا هناك الصلح مع السعودية مع الإمارات مع مصر كذلك هناك إذا كان المسألة التي تؤرق تركيا اليوم هي مسألة الحدود مسألة البكيكي وأذرعتها في الشمال إذا كان لابد بعد أن منعت تركيا من قيام بأي عملية عسكرية في تنرفعة في منبج في عين العرب إذا كان لابد من أن تتوافق مع الحكومة التي اليوم تواجد في دمشق يعني حكومة الأسد أن يتم محاربة الأرهاب فأتوقع بأن تركيا وبنصائح روسية هذا وإيرانية ولكن تركيا رفضت أي شكل من أشكال العمل السياسي مع هذا النظام هناك فقط يعني اجتماعات أمنية وصفت فقط من أجل هذه المسألة وليس من أجل مسائل سياسية أو دبلوماسية طيب أجل منك البقاء معنا عودي لك بعد قليل إلى سيد جواد جوك عفوا المحلل السياسي التركي برأيك إلى أي حد يمكن أن تتحول التصريحات إلى أفعال وهل الوقت الزمني أتحدث هنا عن الموعد الذي خبت المقبلة يسعف العضالة والتنمية باتخاذ خطوات غملية على الأرض لأنه لا أعتقد أنه الناخب التركي اليوم سيكتفي بالتصريحات يريد أن يلمس شيء يعني حتى عندما تقدم الحكومة التركية على سبيل المثال الحصر أي وعود بتحصين الاقتصاد لا يثق المواطن حتى وإن قالت اكتشفنا حقول نفط وغاز واكتشفنا مناجم ذهب وما إلى ذلك لا يثقون إلا عندما ينزلون إلى الأسواق ويشعرون بأنه بالفعل بدأت الأسعار وحالة التضخم بتراجع بمعنى أن التركي اليوم لا تأخذه التصريحات والوحود بل يحتاج إلى أفعال الوقت يسعف العضالة والتنمية اليوم في ملف اللاجئين في ملف التطبيع مع النظام هذا التوجه الجديد قبل الانتخابات أنا لا أتوقع ذلك يعني تكون هناك حركة عملية مثلا في تطبيع العلاقات مع دولة مصر لحد الآن كانت تصريحات منذ أكثر من سنة لكن لا عمل هنا الخطوات بطيئة مع مصر يعني نعم بطيئة جدا لا يرضى لا الجانب المصري ولا الجانب التركي نفس القضية بالنسبة إلى سوريا هذا القلق الموجود عند المعارضة السورية أو بعض الضيوف السوريين هذه الخطوات التي سوف تقوم بها المعارضة إذا صاروا حكومة بصراحة يعني هم يقولون أنه نحن نبدأ باستعجال في المفضلات مع حكومة دمشق حتى الآن هم يرسلون وفود إلى دمشق للحوار مع النظام لكن الحكومة التركية أنا لا أتوقف قبل الانتخابات إذا فازوا نعم سوف تكون يدهم قوية والحالة سوف تكون مستمرة لكن إذا القلق أنه تراجع شعبيتهم واضح جدا وقضية السوريين بقاء السوريين كان في خانة السلبية في الحكومة التركية لكن أنا لا أظن الأفكار الموجودة عند الحكومة التركية تسمح لهم بأن تكون المعارضة السورية والشعب السوري هنا لا زال موجودين وضيوف ولا أظن أن تكون هناك ترحيل جماعي أو قصري إجباري إلى سوريا في هذه الظروف الصعبة الموجودة في سوريا بس أنت تتحدث عن شق إعادة اللاجئين أنا أتحدث عن موضوع فتح قنوات تواصل ديبلوماسي مع النظام لتحقيق جزء من هذا الهدف ممكن في المدى المنظور نعم بالنتجة الحكومة التركية من مصحة تركيا يعني بصراحة إذا كانت هناك في شرقي نهر الفراد أن تكون هناك دولة كردية والأمريكان يريدون يجذبون الأكراد إلى جانبهم وأن تكون هناك متطرفين في مدينة إدلب الحكومة التركية يعني تبقى مصطحتها أن تكون هناك مفاوضات مع النظام بصراحة أتكلم يعني المفاوضات مع النظام لصالح الأمن القومي التركي كما يبدو يعني لو ترفع رايات الأمريكية أو رايات قوات قصد أن تكون هناك رايات النظام هذا لمصحة تركيا كما الحكومة المخللين هنا يقولون بس أنت تعلم أن النظام اليوم ومن وراءه إيران وروسيا يعني لن تكون المعادلة لديهم أن يمسكوا بزمام السيطرة على المناطق الحدودية أنت تعلم أن عينهم على أدلب وعينهم على ريف حلب على جراربوس وعلى عزاز وعلى الباب وستطرح على الطاولة حتما في حال وصلوا إلى نقطة تفاوض تركيا أيضا مستعدة اليوم لتخلي عن مكاسب كلفتها كثيرا خلال العشر سنوات الماضية نعم بالنتيجة الروس أيضا في تعاون مع القوات قصر أو حزب العمال الكردستانية الإرهابية هذا الأمر موجود يعني هؤلاء الروس والإيرانيون أيضا ليست تصفيتهم مع انفصاليين في سوريا بشكل عام الحكومة التركية تبقى يعني ممكن أن يفتحون قنوات في مستوى من المستويات مع النظام هذا الذي كنت أتوقع أنا أيضا بصراحة يعني بالنتيجة هناك بس كنت أسأل عن شق متغلق بمناطق شمال غرب سوريا سيد جواد يعني مكانت مناطق الويصاية التركية مناطق النفوذ التركي تعلم أنه النظام وحلفاء أعينهم على هذه المناطق ولولا الوجود التركي لكانت هذه المناطق تحت سيطرة النظام منذ زمن تركيا مستعدة اليوم من أجل مكاسب داخلية البقاء في السلطة أن تتقدم أي تنازلات في هذا الشق في هذه البقعة الجغرافية لا 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 في المدى القريب وحتى في المدى المتوسط لا أتوقع ذلك بالنتيجة هذه المناطق وتواجد قوات التركية هناك لصالح أمن القومية التركي كما تواجد قوات التركية في شمالي العراق مع رفض الحكومة العراقية هم متمسكين لأنه قضية الأمن للقوم التركي قضية مهمة جدا ولا هذا السبب سوف لا يتخلون عن هذه المناطق ماذا لو كانت المعارضة ممثلة بهيئاتها ومجالسها الحالية لا توافق فيما يتعلق بمصير السوريين والملف السوري لا توافق الحكومة التركية غلى توجهاتها ما الذي سيحدث برأيك أتمنى منك كلام صريح هل ستجبر تركيا هل ستضغط غلى المعارضة من أجل تسويات معينة قد لا تكون راضية عنها أي المعارضة وهذا افتراض هذا افتراض طبعا أنا أفتر تقصدون المعارضة السورية السورية سوريا أكيد نعم أنا لا أظن ذلك يعني كما قلت في البداية المعارضة لحد الآن في تعاون مع الحكومة التركية في جميع المجالات السياسية والعسكرية والعسكرية أصلا تواجد قوات التركية والعمليات العسكرية التي تقوم بها في سوريا شرعيتها في التعاون مع المعارضة السورية بس يبدو أنه زمن العمليات العسكرية قد انتهى اليوم زمن التسويات طبعا أنا لا أتوقع ذلك يد الحكومة التركية ستكون قوية إذا المعارضة تقبل أن تركيا متحدثة عنا أو هم النواب عنا في المفاوضات مع الروس والإيرانيين وإلا لا يبقى معنا لتركيا إذا كانت منقطعة من المعارضة سوف لا يخاطبه لا الروس ولا الإيرانيين ولهذا السبب الحكومة قوية سياسيا عندما كان في التعاون مع المعارضة السورية يعني بمعنى لا تريد أن تخسر هذه الوراة لا أبدا أبدا نعم طيب السيد مهند حفظ أوغلو أيضا برأيك إلى أي حد تتبع تركيا استراتيجية الغاية تبرر الوسيلة لأنه حتى مبدأ اليوم لإرضاء الناخب التركي أو الشارع التركي فيجب أن يضغط ويمارس نوع من الضغط مهما اختلفت عشكاله على السوري تبدو فكرة مجحفة قاسية خاصة مع معاناة لسنوات لهذا اللاجئ في كل مكان وكل مقاسة الموضوع معروف لك والجميع لغاية تبرر الوسيلة لهذا المبدأ تمشي عليها الحكومة التركية إذا كان نعم أو لا كيف ولماذا ذاكرة الشعوب حديدية أستاذ أحمد والعمليات التركية العسكرية التي جرت في الشمال السوري كانت بتأييد حتى من الأحزاب المعارضة الأساسية في تركيا تركيا شعبا حكومة معارضة يدركون تماما أن أي تواجد لأي كيان إرهابي في سوريا سوف يكون ضرره حاصل على تركيا بطريقة أخرى طال الزمن أو قصر وبالتالي لا بد من قطع وقص واشتثاث هذا الإرهاب لو كلف ذلك الكثير من الدماء ولو كلف ذلك الكثير من الخسارات فيما يتعلق بالتوازنات الدولية ما بين تركيا ودول محل أقليمية أو دولية وبالتالي لا يمكن لتركيا أن تنتهج نهج الغاية تبرر الوسيلة لو كانت تريد هذا لكان قد فعلته منذ زمن ولكن قد كسبت الكثير من أصوات المعارضة ولما كانت هناك أصلا طاولة سداسية معارضة للحكومة التركية ولما كان هناك إراقة وسقوط الشهداء الأتراك في العمليات العسكرية تركيا لو كانت تريد بالفعل أن تذهب قدما نحو ما يشاء بين المزدواجين من تقارب كبير وسريع وقاب قوسين أو أدنى مع النظام لا أحد يتحدث لا عن سرعة ولا عن توقيت زمني ولكن استمعت إلى تحليلات كثيرة ومنها تحليل السيد جواد ورؤيته يقول لك نغم هناك مسعى تركيا واضح من قبل الحكومة بفتح قنوات تواصل مع هذا النظام لا ندري إن تنجح أم لا ولكن الموضوع واضح مرتبط هذا السيد أحمد وفتح قنوات النظام مرتبط بعاملين أساسيين العامل الأول هو قبول أن تجلس المعارضة والنظام على طاولة واحدة وكذلك مرتبط بأن تكون هناك حل كما تراه التركيا بضغط تركيا على روسيا وبالتالي على النظام السوري من تحول سياسي في حكم سوريا هذا مرتبط ما سمعنا شيء من المعارضة بمغنى أنه لن نجلس على الطاولة مع النظام إلا وفق قرارات جونيف واحد وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن 2254 وغيرها لم نسمع أي بيان أو تصريح أنا سألت السياة العقيد قبل خير عن هذه النقطة أجاب عليها ولكن أريد أن أعرف وجهة نظرك لماذا؟ وهنا مكمن الخطر في الأزمة السورية يعني التركيا عندما تدعم المعارضة السورية تدعم الشعب السوري تقدم ما يمكن تقديمه لا نحمل تركيا فوق ما تحتمد عندما تقدم كل ما يمكن تقديمه للشعب السوري وللأزمة السورية وكذلك بطريقة متزامنة هي تقوم بالحفاظ على مصالحها وحماية مصالحها وحياة مياه جميل وليس بالضرورة في هذه النقطة أن تلتقي مصالحنا مع مصالحها يا دولة مستقلة ولا أحد يمكن أن يملي عليها شيء ولا أن يرسم عنها استراتيجياتها وعلى غلاقاتها أنا أتحدث عن شق المعارضة أستاذ محمد معارضة سورية نعم نعم وهنا مكمن الخطر بأن المعارضة السورية طالما أنها تجلس في فندق خمس نجوم أو في بيوت سبع نجوم وأنها مرفها وليست في الميدان وأنها بعيدة عن الميدان ويعاني الشعب السوري سواء في الشمال السوري بتلك المعاناة القاسية لا يمكن أن نقول للتركيا أنها ملزمة بأن تلزم أولئك المعارضة السياسية بما يجب أن تقوم به يعني الأزمة هل أحيات المعارضة السورية خمس نجوم؟ أنت هك هك بتشوفها أستاذ مهند؟ أنا أتكلم عن معيشتهم وعن السكنهم بأنهم يعيشون في الخمس نجوم وأسبع نجوم تاركين الشعب السوري وتاركين هم فقط يريدون أن يكون لديهم دلال بين مزدوجين ورفاهية وليذهب الشعب والأزمة السورية إلى المحرقة هذا واقع نشده ونلمسه وبالتالي لا تلام تركيا بأنها لا تستطيع أن تضغط على تلك المعارضة التي يجب أصلا هي قامت وتشكلت هيئاتها وأتلافها لا تلام تركيا أنها غير قادرة على أن تضغط على هيئات المعارضة هذه؟ نعم يا رجل ما كنتم كفي صح يعني كمل على الأخير يا أستاذ أحمد يا أستاذ أحمد لا أخذوهم يا أستاذ مهند أخذوهم على ليبيا وما حكوا شيء واخذوهم على قربوغ وما حكوا شيء وما بيفتحوا معركة إلا لما يقولوهم التركي ووجهوا سلاحهم إلى مناطق يعني أنت كنت عم تحكي أنه معارضة فنادق يعني بما معناه وليس همها القضية السورية هل أبدأ تقول لي الحكومة السورية غير قادرة يا رجل مترجم مترجم اليوم مترجم لا ضابط استخبارات ولا ضابط أمن ولا مسؤول رفيع المستوى أو غير ما ولا سكرتير مترجم لا يستطيع لا قائد فصيل ولا رئيس اتلاف ولا حضوها هيئة اتلاف أن يقول له لا أو يسأله ما معنى هذه الكلمة أو أريد توضيح أو نحن نقبل أو لا نقبل خليكم كمل صح لا تطلق الحلقة أجمل يا سيد أحمد فيما يتعلق بليفيا وكربا غدا ملفات مختلفة لا أريد أن نخوض فيها فيما يتعلق بأن تركيا لا تستطيع أن تلزم المعارضة السورية بما يجمع أن تقوم به هذا كلام واقي وحقيقي إن كان هناك بعض القادة برأي نعم هناك بعض القادة وبعض الرموز وبعض الشخصيات هي من طواعيتها تريد أن تأتمر بالرؤية التركية أو تنظر بنفس العين للنظرة التركية فهذا شأنها لكن هناك خلل حقيقي في المعارضة السورية لماذا نحمل فشل المعارضة السورية وهيئاتها وسياسيها وعسكريها نحمل فشلهم للحكومة التركية تركيا مع الأمم المتحدة لأنه لا يمكن لتركيا أن تغرد خارج السرب يعني المشكلة أستاذ أحمد فيها التأصيل وتقعيد المسألة هو أن الشعب السوري عندما قام بمطالبته لإسقاط النظام وبحريته هذا يخالف كل القوانين الدولية التي ترتعيها الدول الكبيرة وبالتالي أفضل ما يمكن أن تفعله تركيا هي وقفت وفتحت أبوابها ودعمت سياسيا عسكريا ماليا خدميا اجتماعيا كل شعب السوري بسياسيه بعسكريه بمدنيه ولكن أن تبقى تركيا أنها ملامة وأنها يجب هي من أن توجد الحال وكأنها هي المحرك الوحيد وأنها الفاعل الأوحد في الملف السوري هذا الكلام غير واقعي تركيا مضغوطة في أكثر من زاوة في أكثر من جهة في الملف السوري ولا أدل على ذلك من تأخير العملية العسكرية وإن كنت أرى أنها لا تزال قائمة بطريقة أخرى لا يمكن لتركيا أن ترفع أو أن تلغي هذه العملية العسكرية سيما أن حدودها مهددة واليوم جرى ما جرى من قصف للداخل التركي وهذا ما تقوله تركيا للمجتمع الدولي وتقوله لروسيا ولكن يريدون أن يضغطوا على تركيا سواء في ملف سوريا أو في ملفات أخرى ولكن ليس بالإمكان أفضل مما كان إنقاذ ما يمكن إنقاذه ما لا يدرك كله لا يترك جله الواقعية السياسية تفرض على تركيا أمور معينة وبالتالي لا يمكن أن نحمل أخطاء تلك المعارضات أو رفاهيتها الكاذبة لم يقل لهم أحد كونوا أتباع وبحثوا عن مصالحكم الشخصية على حساب مغاناة السوريين سيادة العقيد إذا ما افترضنا أن هذه الخطوة لم يعترض عليها الغرب لا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية بمعنى اتجاه تركيا نحو الطرحة الروسية والإيرانية نحو طريقة الحل الروسية والإيرانية لأن بعض التحليلات تقول أن هذه التصريحات الخارجة من جويش أغلو وغيره من المسؤولين الأتراك هي باتجاهين باتجاه الأول باتجاه الغرب يريدون أن يعرفوا وجهة نظريهم والاتجاه الآخر لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية من حلفاءها الإيرانيين والروس إذا ما افترضنا وأنا هنا أفترض أنه تحولت هذه التصريحات إلى خطوات عملية وإن كانت بطيئة وإن كانت تحتاج إلى وقت بغض النظر إرأيك ما العوائق التي تقف أمام نجاح مثل هكذا توجه من خلال طبعا تجارب سابقة عشر سنوات مليئة بالتجارب طبعا أمور افتراضية كل يوم هناك تبدلات سياسية في العالم لا يمكن أن ما كان قبل عشر سنوات ما صح قبل عشر سنوات اليوم خطأ وغدا يكون هناك أمور أخرى تركيا اليوم رأت في العالم الغربي في أوروبا وفي الولايات المتحدة خاصة إدارة الظهر بشكل كبير للملف السوري وحتى المنطقة اكتفت في منطقة شرق الفرات وبدأت تدعم الميليشيات القسد والبكيكي وهذا معروف وهذا معروف وهذا يعني تعتبره تركيا عملا عدائيا لذلك لم يكن أمام تركيا إلا الفاعلين الأساسيين على الأرض السورية وهم الروس والإيرانيين ورأينا في قمة طهران الأخيرة وما تلاها في قمة سوتي بأن هناك نصائح كما قال الرئيس أردغان من بوتين بأن حل مسألة البكيكي وقسد والحدود يجب أن يكون هناك تفاهمات ما حول محاربة الإرهاب في هذه المنطقة الرئيس أردغان دعم بس بدي تفتلي بالجواب مشان الوقت يعني الجواب ما العوائق التي قد تشهدها العوائق الأساسية هي في وقوف الشعب السوري مع مبادئه ومع ثورته ومع قوته ورأينا ما حصل وصل الصوت برأيك بخلال مظاهرات الصوت بالطبع وصل وبقوة وطرق الآثان في كل مكان حتى للمعارضة العسكرية والسياسية وللأتراك لذلك رأينا هناك تبدلات وهناك عبارة عن إعادة رسم أو إعادة كما يقال في اللغة العربية إعادة صياغة للبيانات التي حدثت إذن قد تكون بالونات اختبار هذه تركيا وقد يكون كذلك رسالة موجهة للغرب والروس ولغيره بأن الشعب السوري لا يريد أقل من التبديل السياسي الواقع في سوريا يعني ليس أنا أريد أن أسير معكم في هذا الواقع ولكن ماذا أفعل بملايين الناس ملايين الناس التي تقف لا توافق ولن تصالح وربما تحمل السلاح مرة أخرى هذا أمر لا يمكن العودة إلى حضن النظام الذي قتل الشعب السوري بكل أدوات القتل ولا يزال أن نرجع مرة أخرى بس الغرب والولايات المتحدة على رأسهم غير مهتمين بالملف السوري ويبدو هذا واضح وغجلي يعني نعم في ملفات كبرى مثل الروسيا والحرب على أوكرانيا والصين على أولويات هذه الإدارة بما أنها القوة الأكبر في العالم والقوة الأكبر في حلف شمال الأطلسي لماذا اليوم ستهتم اليوم بمثل هكذا يعني أمريكا متواجدة في المنطقة وبعد قرار ترامب الانسحاب من المنطقة ويكفي حروب رأت الولايات المتحدة بأن عليها أن تبقى في هذه المنطقة الاستراتيجية في العالم لذلك زودت قواتها واليوم هناك أرتال عسكرية بالأمس إلى قاعدة ترميلان اليوم هناك قصف على قاعدة حقل العمر على التنف بالأمس إذن الولايات المتحدة متواجدة في هذه المنطقة وقد تنسحب وقالها لي قبل فترة شخص من دون ذكر أسماء قال لي عندما تقول تركيا تدعو إلى وروسيا أيضا في قمة طهران روسيا وتركيا وإيران كلهم في البيان الختامي دعوا الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانسحاب من الأراضي السورية وكانوا الولايات المتحدة الوحيدة الموجودة قال لي لن تصرح تركيا بمثل هكذا تصريح قبل أن تعلم بنية الولايات المتحدة بالانسحاب الفعلي بأن القرار قد نوعا ما قد اتخذ في واشنطن فبدأت مثل هكذا تصريحا يعني ماذا لو اليوم الولايات المتحدة لم تكن تدعم قسد والبيكيكي هل ستطلب الولايات التركية من أمريكا الانسحاب في وجه التغول الإيراني والروسي أتوقع بأن أمريكا لن تعطي الفرصة لإيران والروس لملء الفراغ التي تتركه انسحاب القوات الأمريكية في شرق الفراث طيب خلقين نبقى في موضوعنا ونختم الحلقة اليوم برأيك هل تعتقد أن هذا التوجه واقعي قابل للتطبيق فتح قنوات تواصل مع النظام ربما في مراحل لاحقة ضمن ضمانات محددة إعادة لاجئين سوريين موجودين على الأراضي التركية إلى مناطق النظام لا ضمانات نهائيا لهذا النظام نهائيا لو أعطى ضمانات فلا وثوق في ضماناته نهائيا ولا أتوقع بأن هذا التوجه سيؤتي أكله ويتم إعادة اللاجئين نهائيا تثق بأن المحارضة لن تسير مع الرغبة التركية مرغمة بمعنى جره من أدنهم موقع لا أتوقع هذا نهائيا تركيا تساعد المعارضة السورية وليس تجبر المعارضة السورية لا أحد يستطيع إجبار أي شخص على توقيع على ما لا يريده الملايين إذن لماذا يكون معارضا أو ثوريا إذن سيتم إجباره عليه أن يتخلى أو يخلي هذا نابع من ثقتك بالحكومة التركية أم بثقتك بهيئات المعارضة السورية أنا هذا ثقة في الأتراك وبعض السوريين المتواجدين في المعارضة السورية بعض ما بدك تزعيل كل يبدو؟ لا ما من شان تزعيل أنا بهمني كل المعارضين السوريين أن يكون لديهم موقف صلح لا نتحدث عن هيئات المعارضة على هيئات المعارضة يعني هل أربع سنوات من اللجنة الدستورية هل حققت اللجنة الدستورية شيء؟ عليهم أن يتركوا أو أن يحددوا سقفا زمنيا لإنجاز شيء معين هذا أمر طبيعي إذا لديك مخاوف اليوم أن يتجهوا عكس ما يريد السوريين عكس ما يريد الشارع السوري عندك مخاوف أم لا؟ أحيث مطمئن؟ أنا مطمئن بأن البوصل الأساسية للمعارضة ولغيرها إن أرادوا أم لم يريدوا هي الشارع السوري شكرا جزيلا سياد تلقيد أحمد حمد المحلل العسكري ضيفي هنا في السوديو وأشكر أيضا ضيوفي من اسطنبول لأستاذ جواد جوق المحلل السياسي التركي وكذلك أشكر لأستاذ مهن الحافظة أقلو الأكاديمي والباحث السياسي شكرا لكم مشاهدين أغلى طيب المتابعة غدا إن شاء الله حلقة جديدة وتفاصيل جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة